لا يبدو أن رئيس الحكومة الحالي محمد شيع السوداني عازم على تنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته وهو إجراء انتخابات مبكرة والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى الإطار التنسيقي وبقية الأطراف السياسية وبحسب مراقبين فأن الانتخابات المبكرة التي صوت البرلمان عليها ضمن بنود البرنامج الحكومي للسوداني تخلو من البيانات التي يصدرها الإطار التنسيقي عقب كل اجتماع له منذ شباط الماضي في ظل التركيز على إجراء انتخابات مجالس المحافظات دون التطرق لموضوع إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل بعد الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات الجديد كما كان مطروحا نور الملكي زعيم ائتلاف دولة القانون وأحد زعماء الإطار التنسيقي لم يخفي موقفه من الانتخابات المبكرة قائلا أنه لا حاجة للانتخابات في الوقت الحالي لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد وإن الحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية وتنفذ برنامجها الذي وعدت به وبالتالي فأن الشروع بالانتخابات المبكرة قد يربك الوضع العام ناشطون كشفوا أن أحزاب الإطار التنسيقي ستلجأوا إلى الانتخابات المبكرة حالما تفشل حكومة السوداني لأنها ستعتبرها حلا يساهم في بقائها بالسلطة ولكن طالما أن الوضع الحالي مرتكز على مبدأ المحصصة والغنائم والسرقات فأن هذه الأحزاب لن تطالب بإجراء الانتخابات المبكرة ويؤكد آخرون أن حكومة السوداني تنصلت من ملف الانتخابات المبكرة وملفات إعادة النازحين والخدمات والكهرباء ومحاسبة الفاسدين والمقصرين كما أن السوداني يتعامل مع قوى السلاح ويتحالف معها وأعطى وعودا تخص احتلال الميليشيات للمدن المستعادة ولم ينفذها وكذلك الأحزاب الكردية التي فشل في حل الخلافات معها باحثون رأوا أن السوداني يسعى إلى أرضاء الأحزاب الداعمة له بكل قوته ويقربها منه لتحميه لأنه لا يملك أي قوة شعبية أو برلمانية وبما أن القوى السياسية الحالية مستفيدة فإنها سترفض إجراء انتخابات